نبوءة العالم ألبرت أينشتاين بنهاية العالم بدأت تتحقق بالفعل أهلا بحضراتكم في قناة كل جديد حول العالم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هناك نبوءة متعلقة بنهاية العالم للعالم الفيزياء الشهير ألبرت أينشتاين الغرابة اللي في النبوءة دي مش متعلقة بحرب نووية بنهاية العالم أو حرب بيولوجية أو حتى فيروس قاتل هينهي على العالم لكن النبوءة دي عبارة عن نهاية العالم وانتهاء البشر باختفاء النحل طبعا ده شيء لا يمكن أنه يخطر على بال أي شخص أصلا مفيش حد بركز مع النحل من الأساس ما بالك بالا ما تعرف أن اختفاء النحل هينهي العالم كله وينهي البشرية وبدأ النحل كمان ينقارد بشكل كبير جدا في كتير من العالم في آخر 50 سنة في أمريكا مثلا حوالي 75% من النحل مات كمان الصين بدأ النحل فيها يقل هي وستوراليا أوروبا بدأ النحل يقل فيها بنسبة 40% روسيا كمان بدأ يقل فيها النحل بنسبة كبيرة جدا يعني تراجع رهيب جدا جدا في أعداد النحل حول العالم العلماء الأمريكان بدأوا يطوروا أبحاث جديدة وبدأوا يعملوا لقاحات جديدة في سنة 2023 وعشرين لعلق الأبحاث دي تقدر تنقذ أعداد النحل وتزود أعدادها شوية عشان تنقذ أعداد النحل من الانقراض وكمان يزودوا أعداد النحل بشكل كبير عشان التراجع اللي في الأعداد بتاعت النحل بقت بشكل مخيف وبأعداد زيادة جدا جدا يعني في سؤالين السؤال الأول ليه أعداد النحل بتتراجع والسؤال التاني لو النحل حصلوا حاجة وانقراض يعني مش هنأكل عسل ولا ايه مش مهم طبعا العسل في العالم الموضوع اكبر بكتير قوي من العسل السؤال الاول ليه النحل بينقارد النحل بينقارد لان فيه تغيرات مناخية كتير جدا جدا التغير المناخي ده اثر على اعداد النحل زي ما اثر على كائنات كتير في العالم اتنين شبكات الاتصالات والمحمول والميكرويف وابراج المحمول ده طبعا بخلاف المبيدات الحشرية بتغير المناخ كل ده بيؤدي الى انقراض النحل طيب ايه علاقة انقراض النحل بانقراض البشر وبالتالي نهاية العالم لان الموضوع ده بيتجاوز كتير جدا عالم النحل والموضوع يتعلق بالتلقيح بالنسبة للنباتات لان 75% من التلقيح بالنسبة للنباتات بتحدث عن طريق النحل فلو النحل مش موجود مش هيتم تلقيح النباتات كمان نباتات كتير جدا هتنقرض وبالتالي هتحصل مجاعات عالمية كمان هتنتهي بعض المحاصيل بنهاية النباتات وبالتالي الحيوانات والماشية اللي هي بتتغذى على المحاصيل دي هتنقرض لان مش هتلاقي لها اكل تاكله وبالتالي حياة الانسان كمان هتنتهي او بمعنى اضق هينقرض الانسان يعني في خطورة جدا من اختفاء النحل يبقى ملخص الكلام اللي فاد ده كله يا جماعة خطورة اختفاء النحل بتتعلق بانتهاء المحاصيل والماشية والحيوانات ومن بعدها بالتأكيد انتهاء الانسان لو النحل انقرض او اختفى هيؤدي الى اختفاء الحياة على كوكب الارض دي كانت نبوءة العالم البرت اينشتاين ايه بقى اللي ممكن يحصل او الحل فين لازم العلماء يتصرفوا بشكل كبير جدا وباسرع وقت في انقاذ النحل علشان النبوءة دي بتاعة البرت اينشتاين ما تتحققش علشان كمان النحل ما ينقرضش علشان كمان حياة البشر على وجه الارض تفضل دايما باستمرار ده كان فيديو بسيط عن معلومة قرأتها حبيت اقولها لحضراتكم العالم الكبير البرت اينشتاين كان توقع بنبوءة معينة بنهاية العالم باختفاء النحل ارجو ان يكون الفيديو افاد حضراتكم بمعلومة وان شاء الله نلتقي في فيديوهات قادمة باذن الله اترككم جميعا في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا على المشاهدة ولا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة شكرا على المشاهدة 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 شكرا على المشاهدة